لحظة دخول القبر للأسف نحن نهتم بكل شيء إلا بمصيرنا يعني نهتم بتفاصيل الطعام والشراب وغلاء الأسعار وإذا انتقلت إلى منزل جديد تهتم بكل التفاصيل وتفرح بالانتقال لهذا البيت الجديد وتهتم بكل شيء إلا بنفسك هذه النفس ستغادر الجسد وجسدك سيسكن في هذا القبر أخي الحبيب إلى أن يشاء الله وستكون هناك حياة طويلة جدا في عالم البرزخ ربما آلاف أو ملايين السنين لا نعلم متى تقوم الساعة القرآن العظيم فيه كثير من الآيات تحذرنا من الموت وضرورة الاستعداد لما بعد الموت بل القرآن كله جاء لينقذنا من مشاكل الدنيا ويأخذنا إلى سعادة الآخرة فلماذا تظلم نفسك وتتذكر كل شيء إلا البيت الذي ستسكن فيه في هذه الدنيا حتى تزول الدنيا يعني شيء غريب الإنسان أيها الأحبة شيء غريب فعلا انظر أخي الحبيب كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر الموت نبينا كل يوم كان عندما يضع رأسه للنوم كان يقول اللهم إن أمسكت نفسي فرحمها كان يفكر بالموت كان تفكيره دائما بالموت إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها عندما يستيقظ كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سبحان الله إذن إذن كل يوم هناك موت نعم أخي الحبيب النوم هو الموت الأصغر كل يوم يجب أن تتذكر الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر من ذكر هادم اللذات طيب معقول أنا أهتم بكل شيء من حولي وأنسى المكان الحقيقي الذي سأستقر فيه وهو القبر فلحظة دخول القبر لحظة دخول القبر أخي الحبيب يجب أن تفكر فيها والتفكير بهذه اللحظة الحقيقة يمنحك السعادة سأقول لك لماذا الإنسان عندما يكون لديه مرض مستعصي العلاج أهم مشاكل ضيق في العيش أو الرزق بمجرد أن يتذكر أن هذه الدنيا ستنتهي خلال لحظة خلال ثانية ستنتهي وينتقل إلى عالم البرزخ سينسى همومه بالكامل يقول لماذا أنا أفكر بهذه الأموم وهذه المشاكل ويضيق صدري بها وفي أي لحظة قد أموت وتختفي هذه الدنيا وأنتقل إلى عالم البرزخ وعالم القبر إذن التفكير بحياة القبر تنسيك الهموم والمشاكل إذا زعجك إنسان وحاول أن يعتدي عليك وغضبت وانفعلت وأردت أن تشتمه وأردت أن تضربه وأردت أن تنتقم منه بمجرد أن تتذكر أنك ستموت وستكون حياتك الحقيقية في القبر وليس هنا على الأرض ستهدأ نفسك وستنسى هذا الأمر وستكون أكثر صبرا وتسامحا وسوف تحزن لحال من يؤذيك يعني حقيقة أخي الحبيب الإنسان عندما يصل إلى درجة عالية من التفكير بالموت يحزن لحال هؤلاء الذين لديهم أسباب الدنيا وغافلون على الآخرة يحزن عليهم كيف سيواجهون مصيرهم في عالم البرزخ هذا العالم الطويل الممتد وعالم البرزخ أيها الأحبة إما أن يكون فيه رزق ونعيم وإما أن يكون فيه عرض على النار الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إذن هي حياة فرح حياة فيها رزق حياة فيها بشرة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالخوف غير موجود الحزن غير موجود البشرة موجودة الرزق موجود الفرح موجود إذن أنا عندما أفكر بحياة البرزخ أنا أهدأ وأطمئن على عكس ما يقوله بعض الناس فعلا الجهلاء يعني يجهلون هذه الحقائق يقول يا أخي أنتم تخوفوننا من عذاب القبر يا أخي عذاب القبر للكافر والملحد والمجرم أنا ما علاقتي بعذاب القبر أنا رجل أقول يا رب أثق بالله أثق برحمة الله لأن الله بشرني الله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم أنا هذا المصير الذي أنتظره وأحلم به أنا ما علاقتي بعذاب القبر عذاب القبر يخص شخص مجرم مثل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أحاط بهم سوء العذاب ما هو سوء العذاب النار يعرضون عليها وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عالم البرزخ ويوم القيامة ماذا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لماذا تضع نفسك مع هؤلاء يا أخي الحبيب يعني أنا فعلا من يقول أنتم تخوفون من عذاب القبر لماذا تضع معك نفسك مع فئة المجرمين أنت مع فئة المؤمنين المحسنين الذين ينتظرون لقاء الله الذين ينتظرون أن تبشرهم الملائكة بالجنة لذلك هذه الحياة حياة البرزخ إما أن تكون نعيم أو جحيم والعياذ بالله ولكن أول لحظة أول لحظة تغادر فيها نفسك هذه الدنيا تنتقل إلى الله هنا يجب أن تتذكر أخي الحبيب حتى تطمئن وحتى تحب هذه اللحظة لأن كثير من الناس يعيش مرعوبا من الموت والموت حق أنا أكره الموت أكرهه غريزة فطرية وضعها الله في أن الإنسان يكره الموت ولكن لحظة الموت أخي الحبيب ستختفي هذه الدنيا للأبد لن ترى شيئا منها وستبدأ حياة جديدة يجب أن تستعد لها والله لم يطلب منك الكثير على فكرة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدي الصلوات الخمس وأن تتصدق من مالك للفقراء إذا كنت تملك المال وأن تصوم شهر رمضان بالإضافة لأعمال البر الإحسان والعفو وهذه أخلاق كريمة فيها فائدة لك الصيام فيه فائدة لك الصلاة فيها فائدة لك ذكر الله فيه فائدة لك بر الوالدين فيه فائدة لك أولا قبل والديك الإحسان للآخرين وقولوا للناس حسنة الكلمة الطيبة صدقة وفيها فائدة لك أعمال البر فيه فائدة لك طيب لماذا أنا لا أقوم بأعمال البر مثل الصدق والإحسان والأمانة وصدق الموعد وإتقان العمل وحب الخير للناس لماذا لا أقوم بذلك يعني لماذا تضع نفسك مع المجرمين الغافلين عن الله الذين يأكلون أموال الناس بالباطل الذين يؤذون الناس لماذا تضع نفسك مع هؤلاء ضع نفسك مع المتقين الأبرار الذين استقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى البرزخ أخي الحبيب دعني أخاطب الآن الإنسان الذي يرجو لقاء الله لأن الله يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم الذي يرجو لقاء الله يجب أن يكون صادقاً مع نفسه ومع الآخرين لا يكذب المؤمن لا يكذب يجب أن لا يؤذي الناس أن لا يحسد الناس يجب أن يعلم الناس الخير إن الملائكة وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها كل هذه الكائنات لا يصلون على معلمي الناس الخير علم الناس الخير أنقل معلومة مفيدة للناس أترك خلفك علماً نافعاً من خلال إرسال معلومة لمن يحتاجها من خلال مشاركة معلومة تشاركها مع من تعرف ومن لا تعرف هذه تبقى صدقة جارية لك حتى بعد موتك لذلك يجب أخي الحبيب عندما تفكر بلحظة دخول القبر أن تعتبر أن هذا الجسد انتهى ينتهي مع الدنيا الذي يبقى هو النفس النفس تموت ولكن لا تفنى موت النفس هو انتقالها من عالم الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ هذا هو موت النفس لذلك قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لذلك ينبغي أن تفكر أخي الحبيب أن نفسك هذه ستعود إلى الله ولكن كيف تكون هذه النفس مطمئنة كيف أجعلها مطمئنة إنه من خلال الإيمان بالله وحب الخير للناس وأعمال البر وذكر الله ونشر العلم النافع وتطبيق ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه القضية بسيطة جدا كل ما أمرك الله به فيه خير لك وفيه مصلح لك وفيه منفع لك في الدنيا وفي الآخرة كل ما نهاك الله عنه ونهى عن الشذوذ الجنسة فيه شر انظروا إلى جدر القرود والأمراض المنقولة جنسيا والإيدز وغير ذلك يعني هذه الأوب التي تصيب الزنات والعصات والشاذين لذلك حرم الله هذه الأشياء القبيحة علينا ليحفظنا لأنه يريد لنا الخير بكل بساطة حرم عليك الخمر يريد أن يحفظ عقلك وجسدك وينجيك من سبعة أنواع يسببها تناول الخمر من السرطان سبعة أنواع رئيسية من السرطان يسببها الخمر حرمه الله لأنه يريد أن يخلصك من الألم والأذى والمرض والشر والفقر والمشاكل النفسية والمشاكل الجسدية إذن أنت حتى تكون نفسك مطمئنة يجب أن تطبق ما أمرك الله به تلتزم بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه وأن تنتظر لقاء الله تنتظر أن ترى مقعدك من الجنة لأن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أكد في روايات كثيرة أن المؤمن عندما يقترب أجله يرى مقعده من الجنة فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه عكس الكافر الغافل عن الله عندما يقترب أجله يرى مقعده من النار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه فدعونا نكون من الصنف الأول الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن عندما تأتي ملائكة الرحمة لتبشرك بجنات عرضها السموة والأرض الجنات تجري من تحتها الأنهار تتوق نفسك لهذه الجنة تريد من الدنيا أن تنتهي بسرعة يعني الثانية تمر عليك وكأنها مئة سنة تريد أن تخرج من هذه الدنيا لترى هذه الجنات ولترى هذا النعيم ولترى ما أعده الله لك من خير لذلك أخي الحبيب لا أريد أن أطيل عليكم أول لحظة لدخول القبر هي لحظة جميلة جدا بالنسبة للمؤمن لحظة رائعة يكون فيها مع الله القرآن يأتي لينير قبره القرآن يأتي لينير قبرك القرآن يدافع عنك كل شيء تتمناه يحققه الله لك ونفسك المطمئنة تدخل في عباد الرحمن سبحانه وتعالى سأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من هؤلاء الذين قال الله فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته